خير على كل حبيب اللي في قناتي على منواعات وأهلاً وسهلاً بكم أتمنى يا رب كده تكون قناتي بتعجيبك وتنال إعجابك تعالوا بقى نشوف الخبر الغريب ده كده معنا شوية يعني خبر غريب شوية تعالوا نشوفه كده معنا خوفاً من فيروس كورونا عيسى المرزوق يشتري كمامة بغزة التمن من مركة شهيرة اشترى عيسى المرزوق كمامة بغزة التمن من مركة شهيرة خوفاً من إصابته بنزلة برد بسبب فيروس كورونا والذي زاد عدد المصابين به مؤخراً في الكويت لكنه أثار غضب الجمهور بتصرفه فقد كشف عيسى المرزوق من خلال مقطع فيديو نشر عبر حسابه على سناب شات إنه قد اشترك كمامة من مركة فندا والتي يصل سعرها إلى 270 دولار أمريكي أي ما يزيد عن 1000 ريال سعودي حيث جاء فيه تعليقه إنه أراد استعراضها بعد أن قال المتابعي إنهم لا يصدقوا إنه قد يقدم على شراءها بالفعل الطريف أن النجم الكويتي بعد ذلك انتقد جودة الكمامة وقال إنها ديئة وتولم زناه كثيراً لكن هذا لم يحمي من ألسانة الانتقادات اللازعة التي اتهمته بالتباهي وتعمد لفة الأنظار في وقت حريك هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها عيسى المرزوق للهجوم حيث ظهر من قبل وهو يتناول قطعة من اللحم المزينة بشرائح الدهب الخالص القابل للأكل يتنهل عليه الانتقادات الحادة من الجمهور طبعاً حاجة غريبة فعلاً هو يعني في وقت فعلاً حريك زي دوت والفنان الكويتي دوت بيتباهى كده كأنه مش هام معادي وطبعاً زي ما احنا شايفين كده الصور معناية ولبس الكمامة حاجة غريبة فعلاً يعني هستنى اسمع رأيكم يا حبيبي في قسم التعليقات متنسوناش بالا عجبكم المقطع في لايك وشير وسبسكريب وتفعلوا الجرس حشين وصلوك كل جديد على قناة علام نموعات وحستنى اسمع رأيكم إن شاء الله في قسم التعليقات هشوفكم على خير يا رب مع السلام